ماذا عن الحدود العراقية السورية قرابة الستمائة كيلو متر حدود طويلة بيننا وبين الجانب السوري وذاكرة العراقيين ما زالت تحتفظ بما جرى في ألفين وأربعة عشر ذات السيناريو ابتدأ من هذه النقطة ووصل إلى ما كان قد وصلنا إليه وانتهى بحمد الله ماذا عن الحدود؟ هذا سؤال مهم جدا الذاكرة قد تكون فيها مآسي كبيرة مرت على العراقيين ولكن المستقبل سيكون أفضل وأفضل للعراقيين في قيادتهم إلى هذا الخط الحدودي المهم مع الشقيقة السورية حقيقة نحن عملنا قبل عامين في عمل الحكومة العراقية على توفير الأموال على توفير الدعم اللوجستي وتوفير كذلك بالمقابل الإجراءات والتسهيلات التي قام بها مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية وإلى قيادة قوات حرس الحدود حقيقة لتوفير كل المتطلبات الأساسية لحماية وتحصين وتطوير قدرة هذه الحدود وكذلك بالمقابل إجراءات قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية بهذا المسار بالإضافة إلى خطوط الدفاعية الخاصة من قبل وزارة الدفاع والانتشار العسكري عبر قيادة العمليات وعبر قيادة العمليات المشتركة ومتابعة السيد رئيس أركان وقعاد القوى البرية وكذلك بالمقابل نواب السيد رئيس أركان للعمليات وكذلك غيرها من المتطلبات الاستراتيجية والدفاعية وبالتالي هناك تحصين عالي جدا ما يهمنا الآن حقيقتهم في قضية الحدود أن المواطنين لديهم علاقات متميزة مع قواتنا الأمنية وهذه النقطة الاستراتيجية التي نكسب بها الحاضنة الاجتماعية الوطنية العراقية والتي هي فضائها ثقافة المواطنة وتعزيزها وهذا ما تعمل علي قواتنا العسكرية والأمنية وهناك عمل كبير جدا شيء الآخر والمهم أن التكنولوجيا التي وفرتها الحكومة العراقية من خلال اللجنة العلية للتسليح والتي يشرف عليها القادة العام للقوات المسلحة تجتمع بين الحين والآخر وتتابع ملف الحدود وتتابع عمليات التحصينات وتتابع التكنولوجيا وكذلك بالمقابل وزارة الداخلية عبر قيادة قوات حرس الحدود تتابع كذلك تطورات التكنولوجيا في دول العالم لجذب هذه التكنولوجيا إلى العراق وبالتالي الحدود العراقية السورية هي حدود محصنة حدود فعالة وهذا ما أثبت الواقع عندما ذهب سيد وزير الدفاع وكذلك بالمقابل سيد رئيس أركان ونام قادة العمليات المشتركة وقادة قوى البرية ونام قادة رئيس أركان لشؤون العمليات وحقيقة غيرهم من القادة الأبطال والأشاوس وكذلك قادة قوات الحرس الحدود في عملية المتابعة بالإضافة طبعا إلى قادة صنوف القوات المسلحة وكذلك التشكيلات الوزارية والأمنية بكل مختلف صنوف القوات المسلحة تعمل عليه الحكومة العراقية على متابعتها ومتابعة الحالة في الأراضي السورية ولكن بالمقابل عمليات التسلل تكون معدومة عمليات كذلك بالمقابل تكون هناك عمليات أمنية قرب الحدود معدومة داخل الأراضي السورية وكذلك متابعتنا من خلال عمل القوات المسلحة العراقية وخصة قوات الجوية العراقية وكذلك طيران الجيش ولدينا الآن قدرة كبيرة في هذا المجال وهذا بالتالي ما يجعل قدراتنا الاستراتيجية هي قدرات عالية جدا والروح المعنوية لمقاتلين الأفضال عالية جدا